وبينت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الكفار أشداء على الكفار هذا ثانيا وبينت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضاً الله عليهم فيما بينهم وهذا ثالثا كيف يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أولاً بإخلاص العبادة لله يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ثانياً بالعمل الصالح تراهم ركعاً سجداً هذا هو العمل الصالح يعني مش مجرد الإنسان يقول أنه مخلص ولا يعمل ومعاملة الإنسان المسلم مع الكفار أشداء على الكفار وألحق السلف الصالح في هذه الجزئية أهل البدع معاملة أهل البدع أيضاً الشدة وذلك لأدلة كثيرة جداً من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمل السلف الصالح فلما دخل الرجل على الإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مشهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك أو أراك إلا صحي بدعة أخرجوه طردوه فدي كان الشدة ومن السنة مع الشدة مع الضالين كأهل البدع وغيرهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزى أو بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه يعني الإنسان الذي يدعو إلى أمر الجاهلية من الشرك والبدع أو إلى غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قول لي أعضوهن أبيك يعني ذكر أبيك وهذه غاية في الشدة أشاكد السلف ألحق شنو بل بالشدة على الكفار ألحق باشنا جماعة الشدة على أهل البدع ومن الأدلة على الشدة على الكفار وما ألحق به من أهل البدع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ وهي صفة المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بالأبرار ترى الواحد منهم عبوسا في وجه الكافر طلقاً في وجه المؤمن وذكر نحو هذا الإمام البغوي أيضاً في تبسيره فأهل البدع نشيد معهم ونغلص عليهم والكفار والمشركين وبالذات الرؤوس فيهم والدعاة إلى الشرك والدعاة إلى البدع والأدل ما ذكرنا وما يأتي ذكره وما هو موجود في نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح في بعض الأقوام فهموا هذا الكلام بالقلبة شال الشدة التي أمر الله بها مع الكفار ومع رؤوس أهل البدع حوال الأخوان يتونس معاه وتختلف معاه في طحنية ممكن يتوفى لك في وشك أخوك عنده ديجن زيك وسلفي لكن ما فهم المسألة أو أنه فهم ولكنه محتال يريد أن ينفر الناس من دين الله تبارك وتعال والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجامل في مثل هذه القضايا فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك في الله وهو نفسه الذي قال لمعاذ نفسه إن منكم لمنفرين أفتان أنت يا معاذ فدل هذا على عدم المجاملة في مثل هذه الأمور ولذلك كان هذا اللقاء هذا الموضوع فالشدة تكون على رؤوس أهل البدع والداعين للبدع والكفار والمشركين لكن فينا ذاته عوام ذو العامي ممكن يجيك في الجامعة أنت بتتكلم بعد ما انتهيت وقول لك ولكن والله عندي سؤال الصوفية دللت وعصرته عليهم والنازة دخلوا الإسلام في السودان فده ما طوالت قول له يا مجرم يا عاطل يا سافل شيل يدك يا كلب ده ما هو لازم شبابنا يفهم المعلومات يا جماعة ده ما هو ده سائل جاهل ده يتعلم شاكد الشيخ الألباني قال الجاهل يعلم تعلم توريه إنت تبدأ له باللطف باللين دي البداية بعد ذلك بيتضح ليك انه فعلا هو زول مسترشد دائر الحق ولا زول مجرم زاد وراس في البداية بيتضح ليك بعد ذلك لكن ما ابتداء انت طوالي تكبس الزول والتمار في الحاصل ودي بقع فيها كثير من الأقوام في المسألة أما معاملة المؤمن أو المؤمنين بعضهم بعضا ربنا قال رحماء بينهم هذه الآية الأولى الآية الثانية قال فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عليك الله أذلة على المؤمنين دي بسير لي أذلة على المؤمنين يعني بينك وبين أخوك المؤمن لابد تخفض له جناح الذل من الرحمة كما قال تعالى عن معاملة الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هم مقصودة الثل إنك تسجد ليه ولا كده وإنما يعني ترحم وغاية في الرحمة وغاية في الرحمة ولذلك جاء في صحيح البخاري أن أبا ذر قال لبلال إنك مرء فيك قال يبنى السوداء وكلمة خرجت وعفى الله عنه وعنه مجمعين رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك مرء فيك جاهلية وره الخطى بتاعه تاب إلى الله وفي حق حق المخلوق ما نساه يروى أنه جاء وضع خده في التراب وأخسم عليه أن يضع قدمه على خده تذللاً للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومن أعظم مظاهر سوء الخلق الحسد والغل والبغط بعض القوم الوهد يحسد أخوه السلف في أمر قد أنعم الله به على أخيه إما من نعمة دين كعلم أو فقه إلى غير أو دعوة أو من نعمة دنيا كمال أو صحة أو وجاهة إلى غير ذلك يحسدك يكتنك بس كده ويحفر لك بل يتطور الأمر إلى أن يحذر الناس منك وإذا الله سألهم القيامة السبب شنو السبب إن الزهد يا الله إن تعلمت أكثر مني أوديت جروش فيحصدك وأسوأ من ذلك كله أن يكسو وأن يكسو هذا الحسد والحق كساءا دينيا يقول لك أنا أبغض في الله أنت بتبغض من أجل جيبه ملان بتبغض من أجل شكله وجيه بتبغض من أجل شيخ فلان جرب الزهد وصامه صاحبه شديد وبسافر وبطلع وبينزل معاه يقول لك لو الله أنا أبغض في المنهج المنهج شنو هو ما عارف أو ربنا أعلمه تلقى حبز القرآن في فترة وجيزة أو 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 تلقى يبغض الزهد دا يحفر ليه وبيتعد تعد يحذر منه الناس يحذر منه الناس فأسوأ شيء إنه يكون أمر شيطاني ويقول لك لا والله أنا أبغض في الدين كذاب يا حي مجرم وانت بتكذب على الدين والآن دار تكذب على منه تكذب على الله تكذب على المؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وده دا الحاصل في كثير من المجتمعات وفي واقعنا اليوم عند بعض القوم لكذا النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه القضية بأحاديث منها ما صحه الألبان رحمه الله تعالى قال إياكم قال دب عليكم داء الأمم قبلكم قال الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين لكذا الحاسد تلقى دين وماشي ناقص ومما ذكر علماؤنا قالوا من أعظم وأفضل ما وجدوا في علاج الحسد والحسد قد يطرع علينا كلنا جمع وقد يدب الحسد على قلب الصالح ولكن الصالح من يعالجه والطالح من يستجيب له دا الفريق بصارين بعد دا قد يطرع الحسد على قلبك قد تطرع المعصية على قلبك لكن في ذلك يستجيب وفي ذلك يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المعصين فالحاسد تلقى وماشي طوارف ناقص من أعظم دواء أدوية الحسد والبغضاء بعض علماءنا ذكروا قالوا أن تدعوا لمن حسدته تدعوا لبالخير أشان تغيظ الشيطان الألقى في قلبك الحسد وأشان تحارب وتجاهد هذه النفس التي بين جنبيك التي أرادت أن تتابع هذا الحسد تدعوا لهم لكن من أعظم الأدواء التي أشار الله إليها في كتابه أولاً من أعظم الأدوية للحسد التي أشار الله إليها في كتابه أن تعلم أن هذه النعمة التي حسدت أخاك من أجلها هي من عند الله ده أعظم دواء أنا بعرف شكراً ربنا قال أم يحسدون الناس شوف الآية على ما آتهم من آتهم الله يبقى ربنا أشار لك أن تعرف أنه دي من الله فإذا أعرفت أن هذه النعمة التي أردت أن تحسد أخاك من أجلها من الله فقد انتصفت وتنصفت نصف الطريق في علاج نفسك من الحسد أنت وصلت النص وعالجت خمسين في المئة بالمناسبة وجرب الحتة دي في نعمة على خوك ده جاب من وين الدالي والله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وده النص الثاني انتهى الموضوع الدليل شنو كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق فاكهة الصيف في الشتاء والعكس قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله شوف مريم قالت له جبته من وين من عند الله وهناك على ما آتاهم الله شانا كده قلت لك شنو إنه النص الطريق أو أزيد إنه تعرف إنه الشغلة ده من يعني الله وهنا مريم وردت إنه ده من وين من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بعد ذاك النص الثاني هناك دعا زكريا ربه يا رب أديني أنا كمان الله أدوه وين الحسد ما في أي حسد فهذان هما العلاجان للحسد أعظم علاجين للحسد الاتنين دين تعرف إنه النعمة دي من الله علم دين دنيا قروش أي حاجة صحة حافية من الله اتنين تمشي لأ الله تسأل بس الموضوع انتهى ما في أي حسد يا أخي ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح وكما صح الألباني في السلسلة صحيحة قال ما من مسلم على ظهر الأرض على ظهر الأرض يرفع يديه يسأل الله بدعوة إلا آتاه الله إياها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم في اللفظ الآخر قال الصحابي ورسول الله إذا نكثر قال الله أكثر وأراه قال الله أكبر في رواية أخرى وإذا سأل أحدكم ربه فليسأله حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع أي حاجة أخوك فلان أو العالم الرباني الفلاني حتى لو مات ربنا أدىه ألف كده وحفص كده وفعل كده في فترة وجيزة يخذت بدل ما تحسي الدول لذاك أدىه منه يا الله الدين وإن كنت مخلصا متضرعا لله أعطاك الله خيرا منهم جميعا في نعم الدنيا ونعم الدين كله الله بالدين يبقى ما في مجال للحسد يجب أن يكون فاهم وعالم لهذه المسائل ومن أعظم مظاهر سوء الخلق ثانيا أيضا الفحش في الأقوال بين الصالحين وبين أهل السنة والشتائم دا من أعظم مظاهر جماعة سوء الخلق وبعض الأقوام تلقى عندهم الكلام دا موجود ممكن أن الواحد يشتم في شيء بسيط جدا وده كل ينافي قوله تعالى رحماء بينهم وليس المؤمن بطعان ولا لعان والفرق بين كلامنا هذا ومحاضراتنا هذه ولقاءنا هذا وبين كلام الحزبيين إنه الكلام دا بنزلوه في شنا يا جماعة في تعامل صاحب المنهج الصحيح مش هما صاحب المنهج الصحيح يقول لك لابد تكون هاش وباش في وجه عبد الحيوسف لا 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 والله دي ما يلقاه أبدا عرفتها؟ ولابد تكون هاش وباش في وجه عصام احمد البشير داك 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 موضوعنا معاه ما الليلة موضوعنا معاه التاني داك عشان كده الشيخ الألباني لما اتصل به واحد بالتلفون مسجل وموجود في اليوتيوب لا تلقى مكتوبها الألباني والرد على البوطي تلقى في اليوتيوب فقام داك قال له واحد قال له يا شيخ في زول قال إنك شديد في ردك على البوطي البوطي دا واحد أهبل مبتدع زي شيخ خلاس هارا لسه قاعد خلاس مصري صوفي دجال مجرم فالألباني قال له الزول الأنكر عليه الشدة دا إما إخواني من جماعة الإخوان المسلمين والله زيدا وإما أنه جاهل ما يعرف إن شدة على أهل البدع دين بل السلف كانوا يتماذحوا بشدتهم على أهل البدع يقول لك فلان كان قاضيا وكان فاضلا وكان عالما وكان شديدا على أهل البدع رحيم الله ذا ووضوع براوه فلن recognizing عن تعامل السلف مع السلف وأهل السنة مع أهل السنة إنه ما يكون في بناتهم مشاتمة بين أهل السنة وأهل السنة السلفين لا حلبين لا حزبيين لا أخوان مسلمين لا أغير من المجرمين تكلم عن أهل السنة مع أهل السنة السلفي مع السلفين صحيح منهج صحيح مع منهج صحيح فبعض القوم كده يا جماعة دي برضو مشكلة تانية والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس البؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء والفحش ليس من الإيمان عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال والكلمة الطيبة صدق قال وتبسمك في وجه أخيك صدق بعض القوم وهتسلم عليه تلقاه صرق الدم في شنو تستغرب انت تبسمك في وجه أخيك صدق وقال عليه الصلاة والسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق ثالثا من مظاهر سوء الخلق الموجودة عند بعض القوم وعند بعض الناس البخل البخل وضده الكرم والجود والسخاء وقال عليه الصلاة والسلام ونقل الحديث ابن حجر فتح الباري إن الله جواد يحب الجود وفي صحيح البخاري من رواية ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل دارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والإنسان البيت تصدق على أخوانه ويكرمهم ويطعمهم ويباسطهم وما يجسر معاهم ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له ومن يستحق الكرم والجود إن لم يستحقه السلفيون وأهل السنة والجماعة من هو اللي يستحق من هو اللي يستحق إذا دل ما يستحق والذي يستحق من هو طيب أيضا يماعة رابعا من أسوأ مظاهر سوء الخلق التعجل والعجلة والعجلة هي أساس كل سوء خلق الاستعجال أزول من يستعجل يتكلم يتورق أول حاجة بيفتي خطأ قد يحلل ما حرم الله أو العكس أو يحرم ما حل الله وإذا استعجل قد يسب من حيث يقصد أو لا يقصد تقع منه كلمة تبقى شنو مشكلة وتحسب عليه السوبة الاستعجال أشان كذا ما رواه ابن عساكر وصحه الألباني في سلطة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان قال الإمام أحمد ينبغي لكل عاقل إذا أراد أن يتكلم أن يسكت أول حاجة تسكن ما يتكلم حتى تنظر ما تكلمت فيه يرضي الله أم يسخطه فإذا كان يرضي الله فتكلم به وإذا كان يسخط الله فاسكت عنه وإذا استوت المصلحة والمفسدة فاسكت قال النووي لأن السلامة لا يعدلها شيء صم خاشي ما تسكت لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو شنو لا يصمت وفي رواية أو لا يسكت فإنت لو سكت وما استعجلت في الكلام ده ما استعجلت ما بتتورط فأصبر أصبر كده عايم في شنو الصبر ما الصبر ما بضرك بحاجة وأي زول شوف أي زول في الدنيا دي تلقاو زول مهلة ويتأنى ده تلقاو أبعد من الشيطان وأقرب إلى الرحمن ما هو الدليل إن التأني من الله تعالى تمامة الحديث والعجلة من الشيطان هكذا قال رسول الله والحديث صحيح صحيح صحو الألباني في السلسلة الصحية وربنا عساكم رحمهم الله تبارك وتعالى مما ظاهر سوء الخلق أيضا حب الزعامة في المجالس وفي كل الأماكن والمقالات بعض الناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بحب الزعامة فإذا قاعدين في مجلس عشر أنفار إن شاء الله فيهم تسع علماء هو واحد علماء ديه قولوا علماء كبار محرك chrome ومعا هذا الواحد تلقاه أكثر زول بتكلم في المجلس إذا جيبت حسابة حسبت كلام دا وكلام ديلك ترجى كلام دا أكثر من كلام ديلك لو ضرب كلامهم في مئة ورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق بيتكلم لأن شنو در يكون ظاهرر في شنو أجمع معا في المجلس وعلى ذلك فق Release في السفر وفي الحضر وفي كل مكان ومن كثرت ثرثرته كثر خطأه يا أذكر الله وأصبر أصبر الله يهديك أقول فالزول دائما أنه ما يكون حليم ويكون حكيم ما يستعبر ودينا صيحة لأنه نقدم لأنفسنا أولا قبليكم ولي إخوانا ولي شبابنا ثانيا ونحن بريؤون من أي سوء خلق صدر منا نعتذر منه للناس نتوب إلى الله أولا ثم نعتذر للناس منه ثانيا ولإخواننا وثانيا نحن بريؤون من أي سوء خلق صدر من أحد أو بعض إخواننا وألصقنا به أو اتهمنا به نحن نتبر منه تماما سوء الخلق وما سنجامل إن شاء الله إذا جاملنا في فترة من الفترات وأخطانا فما ابن جامل في هذا الأمر بعض اليوم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة إن منكم المنفرين إنك مروم فيك جاهلية إن شاء الله ربنا ووفقنا سنحسن المسائل لكله إن شاء الله واللقاذة أول يعني أول خطوة في هذا الطريق إن شاء الله تعالى إنه استحسن أخلاقه لأنه حسن الخلق عبادة إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإن من خياركم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وصحى الألبان بصحي الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربة إلى أن قال في نفس الحديث وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ده الحاصل وماذا يضركم أو يضرني أو يضرهم أو يضر أي أحد إذا كان حسن الخلق قال بضرك شنو ماذا يضرك إذا واجهت أخاك بوجه انطلق ماذا يضرك ويسوءك إذا تلفظت لإخوانك بالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة أنا أدار أفهم ألبي يضرك شنو وماذا يضرك إذا كنت أبعد من الغضب وقد جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب يسأل أوصني تاني ولا لا تغضب تاني وصني لا تغضب وفي الحديث الصحيح في صحيح الترغيب جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال لا تغضب ولك الجنة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتفكرت حينما قال رسول الله لا تغضب فوجدت أن الغضب يجمع الشراء كله فما من قاتل قتل أخاه في الغالب إلا بسبب الغضب وما من ساب ولو سب الدين سبه في الغالب إلا بسبب الغضب وما من مطلق طلق زوجته وهجر فراشه وشرد عياله وأفسد بيته إلا بسبب الغضب عشان كده يضرب لي قل لك أنا طلقتها غضبان معصول زوجته يطلق غضبان دي مشكلة فالغضب ده مشكلة ويجعل الإنسان يتفلت عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب واحد وإذا حصل غضبته قال تعوز بالله من الشيطان الرجيم أو غير المجلس بتاعك قاعد قيف واقف أرقد تلاتة اتوضى وكله جبوا الحديث والآثار أربعة في الحديث الصحيح قال إذا غضب أحدكم فل يسكت ما تتكلم لأنه إنت لو زعلان اتكلمت أو حكمت لظلمت الناس وظلمت نفسك غضبت أسكت ما تتكلم نهاية ما تتكلم جزاكم الله خير بارك الله فيكم شهاب وين شهاب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا